النهاردة كمان صباح اليوم انطلقت في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان واسيوبيا على ضوء البيان الصادر في 13 يوليو 2023 عن لقاء القيادتين المصرية والاسيوبية بالقاهرة على هامش قمة دول جوار السودان وطبعا بالتنسيق مع جمهورية السودان الشقيق وزير الموارد المائية والريء الدكتور هاني سويلم أكد على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي هذا القانون أو الاتفاق مصالح وشواغل الدول السلاس ومشددا على أهمية التوقف عن أي خطوات أحدية في هذا الشأن وإن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق بيعد انتهاك لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عليه سنة 2015 كمان وزير الموارد المائية والريء شدد على أن مصر تستمر في بزل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية مؤكدا على إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول السلاس والتوصل للاتفاق المنشود موسيقى موسيقى